السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساء الخير عليكم جماعا. يا احسن صايدين داري في مصر. النهاردة جماعا نتكلم على موضوع مهم جدا. وحنا سبق واتكلمت فيها قبل كده من 3-4 سنين. وهي الكوميتا اللي مطلبة الناس. لان انا في ناس كلموني كانوا اشتراوا البنادق خلاص. الكوميتا بالزات. واللي جد بقى اللي هي الكوميتا المتين وعشرين. بقول لك دي بتفلت. وبتفوت. بتضرب لوحدها. طب يا جماعة بتضرب لوحدها بتوقع لوحدها عايزيني تاني. وحد يلاقي. لابون ديها بتضرب لوحدها وتوقع لوحدها ويزعل. ما علينا مش مشكلة. اول ما ظهرت الكوميتا دي يا جماعة كنت انا عمل لها ريفي ريو. وشارح فيها المواصفات بتاعتها اللي هي كوميتا الكمباكت. الستار. وكنت تايل ان دي الكلام ده ما بيحصلش طبعا. والنهاية ما بتفلتش على حاجة. ولو حصلت دي حالة من حالات. وانا عارف اسباب الحالة دي ايه. وكلنا كنا عارفين ساعتها اسباب الحالة دي ايه. النهاردة بقى هنتكلم على كوميتا امتين وعشرين لان فيه ناس كتيرة بيقول لك ايه. دي بندوية بتفلت وبتدرب لوحدها وحشة وبتسرب وبتعمل. هنجي للاول الكاتالوج اللي هو بيجي مع البندوية. هيا دي طبعا البندوية كوميتا امتين وعشرين نمرة واحد. اهي. اهي كوميتا كومباكت متين وعشرين نمرة واحد. طبعا يا جماعة انا الاول هتكلم على الموديلات الكوميتا عامة. طبعا الكوميتا دي شركة عاركة جدا وموجودة من زمان جدا. من زمان جدا. اول ما نازلت كان فيه كوميتا خمسين وبعد كده كوميتا مية ومتين وعشرين وثلتمية وربعمية. هنتكلم على المواصفات. يعني هناخدوا مواصفات كل واحدة. الكوميتا الخمسين مفيش منها نمرة اثنين فيه منها نمرة واحد بس. وسرعة الكوميتا نمرة واحد مية وستين متر في السنة. ايه. كوميتة خمسين. نمر واحد مية وستين متر في السنة. طولها تسعمائة وتلاتين ملي متر. يعني تلات وتسعين سنتي تقريبا. تمام? ووزنها اتنين كيلو. تمام? هنيجي الكوميتة مية. طولها الف وعشرين ملي متر يعني متر واثنين سنتي. تمام? ووزنها تنين كيلو سبعمائة جرام. ونمر اتنين منها آآ سرعتها مية وستين ونمر واحد مية وتمانين. نيجي الكوميتة مية واثنين وعشرين. طولها الف وستين ملي متر يعني متر وستة سنتي. تمام? ووزنها برضك اتنين كيلو سبعمائة جرام. ونمر اتنين سرعتها. آآ مية وتسعين ونمر واحد مية واثنين وعشرين. طبعا بتلرش التقيل. كوميتة تلتمية. طولها الف مية وعشرين ملي متر. يعني متر واثنشر سنتي. تمام? ووزنها تلاتة كيلو وربعمية. وسرعة نمر اتنين فيها متن وعشرين. ونمر واحد متن وستين. والكوميتة الربعمية. اللي هي التوب بتاعتنا. طولها الف مية واربعين سنتي. يعني تقريبا متر و متر واربعتاش سنتي. تمام? ووزنها تلاتة كيلو واربعمية. سرعة نمر اتنين متن وخمسين وسرعة نمر واحد تلتمية وخمسة. لو احنا كارننا. بص بالعقل بقى. سيبك بقى ما اللي بيتكلم. واللي بيزيد. واللي بناش دعوه بحد. هنتكلم لو احنا لحد المتين. بقى مناش دعوه بالتلتمية. احنا التلتمية انجلها. اهو كارن الكميتة خمسين والكميتة مية والكميتة مية والكميتة اتنين وعشرين. افضلهم المتين وعشرين. في ايه? هي طويلة نسبيا. لكن نفس تقريبا الوزن. ده كان لا يهمني السرعة. ايه اقوى واحدة فيه. يعني تلما نفس الوزن. تمام? وفرق الطول اربعة سنتي. تمام? لا اجيب المتين وعشرين احسن. هنجيبه المتين وعشرين احسن. تمام? ديه وجهة نظري. طبعا كل واحد ليه وجهة نظر تحترم. انا وجهة نظري. ده انا بكرن خمسين بمية من متين وعشرين. انا اجيب المتين وعشرين. تقريبا طولها الف وستة سنتي. ايه. الف وستين ملي يعني متر وستة سنتي. وزنها اتنين كيلو سبعمائة جرام. نفس وزن المية. لكن سرعتها في النمر اتنين. مية وتسعين. يعني اعلى. وفي النمر واحد اتنين وعشرين. يعني اعلى. اقوى هنجيب ميتين وعشرين احسن. لو بقى هكارن التلتمية بالميتين وعشرين. طبعا هي التلتمية اللي حرج عليها بردك هي احسن. بس انا بردك من وجهة نظري. اسمحولي اتقل عليكم. ان الكوميتة متين وعشرين تتفوق على الكوميتة تلتمية. في الخامة. ليه? لان الزنات بتاع ال متين وعشرين حديد. في التلتمية بلاستيك. الربعمية بردك بلاستيك. تمام? بس انا هكارن الميتين وعشرين بالتلتمية. الامان بتاع الميتين وعشرين. تمام? مش مانوال. الكوميتة تلتمية بيرح ويجي يمين وشمال كده. لكن الميتين وعشرين بيرجع الورا زي الديانة. لما تعمل يرجع. لما تيجي تدرب تزوء وتدرب. بس فالميتين وعشرين من وجهة نظري متواضع طبعا. متى تفوق على التلتمية بان الزنات بتاع الميتين وعشرين حديد. وان الامان. الامان بتاع الميتين وعشرين. اوتوماتيك. تمام? دي من وجهة نظري. تمام? فرق السرعة. يعني فرق السرعة مش كبير. يعني نمر واحد لو هنكرم متين وعشرين من الميت وتسعين. يعني الفرق مش كبير للفرق السعلي اللي موجود. يعني الف جنيه مثلا فرق او الف وشوية. عشان الفرق البسيط او ده في السرعة. بقى اه ميتين وعشرين احسن. تمام? كوميت الربعمائة طبعا. لا حرج عليها طبعا. بندية ممتازة. وكنت عمل لها فيديو توضيح. وبفضل الله جبت جميع موديلاتها. وجميع اه اشكالها. وبندية رائعة جدا 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 جدا. هنتكلم دلوقتي على الايه? الكميتة الدين وعشرين. دي همينة دقوعة او 22 او 22. الم Sapphire قمنا فيها ثلاث موديلات. فيه اللي هي كوميتا 222 للجالاكسي ومدفشك فيبر اسود وفي الكوميتا 222 للجالاكسي برضك استدفشك بوني زي ده كده خشب زي ده كده وفي الكوميتا 222 كومكت اللي هي معانا النهاردة كومكت بتبقى اصل منهم بشوية حاجة بسيطة جدا هنيجي نتكلم الدفشك بيبقى خشب او بلاستيك الامان بيبقى اوتوماتيك طبعا امان اوتوماتيك الزي نات حديد طبعا الزي نات قبل التعديل حتى في 222 في مصمرة ولا الزي نات بتتحكم في توق اللي وخفة الزي نات الشنكينات فوسفوري بيت الرش معدن حديد واحد يقول لي انت بتقول لي كده ليه بقول له معلش حضرتك انا لما باجي اشتري بندوية باشتري في يوم وحاجة في يوم السرعة موضورة عليها يعني انا اهمني الدقة والخامة انا لو هكرن كوميتا 220 باي حاجة في نفس المستويها كخامة بكوميتا تكسل وقدقة كوميتا تكسل واحد يقول لي بس لأ احنا في ناس جابتها وما رايحتهمش الكوميتا 220 خمسين مية تلتمية ربعمية تمنمية بندوية جامعة اول ما تتجاب لازم 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 قبل ما تدرب رشاية تفك البندوية وتشحمها البندوية بتبقى جاية تبقى جاية يا جماعة البندوية بتبقى جاية بتبقى جاية الشحم الجوا هنشف انت لو ضربت طلقة واحدة سواء بقى برشاية ولا مجرد شوية على الشحم اللي جوا ده وهو نشف الجلب اللي جوا هتبوس مش هتنفس معيك اهو بس أنا دلوقتي شحمتها اسمعوا كده وانا بقوا اسمعوا وانا بجرب البستم اهو بالصور لو جبت اي بندوية جديدة مش هتلاها بتعمل كده ليه لان البندوية لازم تتفك وتتشحم يا اول حاجة انت بتجيب البندوية مدربتش طلقة. لو عملت فيها كده ونفست عملت كده زي ما وردتكو هعملها لكو تاني. اهي. لو عملت كده يبقى خلاص. ما عملتش كده ولا متأكد انها مش هتعمل يبقى لازم تجيب البندوية تفكها. طبعا فكها سهل جدا. وتشحمها. قبل ما تضرب طلقة. بقى برشاية على الهوى قبل ما تضرب طلقة. لعشان الجلبة ما تبص. وتشحمها وتشتغل. عملت الكابس ده كده متفل واربعتاشر. اشتغل. موضوع بقى مجموعة الزينات. اللي طبعا في ناس بتتكلم كتير. انا سابق ردت عليهم من 3 ا 4 سنين. ان بندوية ميبقاش فيها عيب. ده ما بتحصلش. لكن معكمتها بالذات عمري ما شفتها. واللي شاف ان دي بندوية مجموعة الزينات فلتت. يعني واحد في المليون. او واحد في المليون. ما بتحصلش. ولو حصلت وعيب من المستخدم. مش عيب صناعة. من ان الكوميتا لو عملتها. ليصيرش عليها على النت. هتلهها تاني. احسن بندوية اوروبية بعد الفيروخ. يعني بيقولك. بيقولك ان الكوميتا. في كفاءة البنادق الفيروخ الألمانية. يعني حتى دينا لأ. ده اعلم الديانة. رغم ان الديانة المني لأ. الكوميتا اكفأ من البنادق الديانة. من حيث اولا السعر. سينين الوزن. ثالثا الكوة والسرعة. رابعا الدقة. يا جماعة بندوية ملاش رد فعل. بقى كمان في نقطة يقولك السوستة بتاعت الكوميتا ربعمية. مش متوفرة. بردك احب اتكلم على النقطة دي. في ناس يقولك ايه? لا انا اجيب السوستة بتاعت البيحداشر. واشيل الجرب بتاع البستم اللي جوه. وحط البيحداشر عشان هي تخانيتها اكتر. طيب يا عمي ماشي. مفيش مشكلة هتشتهر معك. بس رد الفعل هيزيد معك شوية. والدقة مش هتوبقة زي الاو. لان انت خفيت من وزن البستم. لما تخف من وزن البستم هيزيد رد الفعل. ده طبعا هيفرم على البيض ربسكوب. هتلاقيه بتلاوش. فانت ليه تحط نفسك. ممكن تجيب السوستة الكوميتا 2220 هي هي بس دي تلاتين والتاني سبعة و تلاتين. وتعمل صدتة ورا من تحت. انتينول او بلاستك او تيفون او اي حاجة. بالعكس ده هتاخد دقة اعلى. لكن قوة اقل طبعا لان طول السوستة اقلت. تاني. لما اجي اركب سوستة الكوميتا مش موجودة. في سوستة البيه 11 اللي هي موجودة في السوق حالية. انت بتجيبها. بتشيل التلبيس اللي موجودة في البستم. وتركبها لو انت هتستقدرها ب او بلاسته. و ده اوصستة رائعة. متفل و 14. بس انت لما تخفي من وزن البستم بالعقل كده. رد فعلا هيزيد. ولما الرد فعلي زيد. الدقة تقل. يعني في علاقة عكسية بين رد الفعل وبن الدقة. رد فعلي عالي دكة اقل. رد فعلا متقص الدكة اعلى عشان كده عامل البي سي بي واصل لسي او تو والبي سي بي والبنادي اللي هي ايه بتتشحن بالهوا. فانت الكميوتر ربعمية والمتين وعشرين. لو ربعمية مسلا عندك والسوسة البي حدوشة مش عايز تلعب فيها. قاتل لك السوسة بتاعت المتين وعشرين وحطت لها جلبة. حطت لها صدادة من تحت. عافوا يا جماعة. حطت لها صدادة من تحت. هتاخد كفاءة اعلى ودكة اعلى ورد فعلا اقل. هي سوسة الكميوتر امتين وعشرين تلاتين حلقة تقريبا. سوسة الكميوتر ربعمية سبعة وتلاتين حلقة وتمانية وتلاتين حلقة. يعني انت مسلا هتعمل صدادة مش طويلة قوي يعني. خدت بارك وتحط بارك بتاعك الدليل قدام وتشتهل بيعاتي. بس ان شاء الله في الفيديو ده هبعث لكم صور اه قصدي وفيديوهات صور وفيديوهات لرد يعني لعدم رد يعني مفيش رد فعلي للمتين وعشرين نهائي. نجلكت ان نحط الرشاعة على النشان الخلفي واضرب ما بتتهزش الرشاعة. تمام? وباردك هحطت لكم كام لقطة كده الكميوتر ربعمية. قود القطع على خمسين وسبعين. متر ومية وعشر متر. يعني انتو يا جماعة يعني. بندوية سبرينج دقيقة على مية وعشرة متر. يعني ما شاء الله تبارك الله يعني. بس انت ده رب. ما حد الخمسين السبعين. كوميتر ربعمية. كوميتر ربعمية دي جماعة عامة ما شاء الله عليها من احسن البنادي اللي جات في مصر. ومن احسنهم في الخامة وفي النظافة وفي الاداء. بس بندوية لازم تاهتم بيها. هتجيبها تشتغل بها. هتلاقي الجلبة بزت منك. طبعا الشحمة داخلها ناشف تيجي اتعمر مرة في الثانية في الثانية في الثانية. تحصل اي حاجة في البندوية. نسوا استخدام. لا. الحاجات دي بتتجيب تتزبط وتتشحم. تمام. برضك شفت فيديو بالنسبة للمجموعة الزنات اللي بتفلت في الـ 220. طبعا انا محصلتش ومشفتهاش. بس انا شفت فيديو اجنبي برضك احطه لكم في اخر الفيديو ده. ان يقول لك ان المشكلة في السوستة اللي ورا. في السوستة اللي ورا الزنات. دي اللي بتعملوا المشكلة. وفي واحد برضك اا اجنبي كان عاملها وغير السوستة. بسوستة تانية اطول. واستلس. برضك احاول احطه لكم بس انا مش عايزكم تملوا من الفيديو. عشان فيديو المرة دي هيبطاول شوية. تمام? وبردك ااا انا اتكلمت تقريبا على البندوية. ارجو يا جماعة اللي يتكلم على حاجة نتكلم بدلائي. مش عشان واحد امر ما اجاب بندوية اجربها اصلي تلعت وحشة. اصلي بندوية وحشة. انت عايز البندوية تجيبها تترب توقعها. كانش حد غلوب يا جماعة. ما انت لازم تتعب شوية لازم تغدم الحاجة عشان الحاجة تغدمك. هو انت بتاكل الاكل ناية ولا بتجهز الاكل عشان انا ااسف يعني في الجملة. اا مش محتاجة يا جماعة. بندوية محترمة ومركة محترمة. وانا صراحة بدفع عنها وعمري ما مساكت بنادق كوميتا زيها. يعني بنادق في مستوى مساكت الفيرخ والالمانيو بس كوميتا ما شاء الله تبارك الله. وانجح بندوية في السوق المصري. سواء بقى بي سي بي اللينكس او الوريون. او الاسبرينج الربعمية او تلتمائة وانتين وعشرين. معلش انا اتقول تعليقه وحط لكم السور في فيديوهات في اخر الفيديو. انتظريني في فيديو تاني. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اشتركوا في القناة. اشتركوا في القناة. اشتركوا في القناة.